نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم الخميس 11 ايار الالفين و سبعتعش طبعا يعني موضوع بواخر الكهرباء موضوع انفجر بمجلس الوزراء بالامس يبدو انه سيكون موضوع خلافي لفترة ليست بقصيرة في المشهد السياسي اللبناني طبعا مرفقا بهذا السجال حول قانون الانتخاب والتصويب من قبل عين التيني بالامس على بعبدا نهارك سعيد الصحافين أولا نصيف أهلا و سهلا فيك إذن طبعا يعني موضوع القانون الانتخابي هو بشكل أساسي المحور اللي مسيطر على المشهد السياسي اللبناني بيظل تأكد يعني الانتباع بأنه خلص الجلسة مؤجلة إلى عشرين الشهر أي عشرين أو أنه الخلاف مؤجل إلى عشرين الخلاف مؤجل إلى عشرين حزيران يعني إذا كنا عم نحكي عن جلسة خمستاش خمستاش أيار بالتأكيد أوحى الرئيس بريو وقال أكثر من مرة أنه هذه الجلسة إذا لم يسبق توافق على قانون للانتخاب فحسب قانون انتخاب عندما أرجئ مجلس نواب بـ 13 نيسان كانت الجلسة هي جلسة تمديد تمديد للمجلس أرجئت جلسة تمديد أو جمد عمل مجلس نواب وأرجئ البت في التمديد إلى حين إمكان توفق على قانون جديد للانتخاب فالجلسة التي أرجئت هي جلسة تمديد الجلسة التي سنذهب إليها أو يفترض أن نذهب إليها في 15 أيار هي جلسة قانون انتخاب على الأقل هذا ما قال الرئيس بري بمعنى إذا لم يكن هناك قانون انتخاب جديد وهناك توافق على هذا القانون فبالتأكيد لن تعقد الجلسة يعني أمش رايحين على جلسة تجربية ولا رايحين على جلسة تمديد لن يطرح وليس في جدوى الأعمال هذه الجلسة موضوع التمديد التمديد للمجلس بالصيغة التي طرحة لهو تمديد سنة وبالتالي حدد برنامجها تقريبا الرئيس بري أن هذه الجلسة هي جلسة قانون الانتخاب إذا فيه توافق منفوت على الجلسة ما فيه توافق مسبق على قانون الانتخاب لن تعقد هذه الجلسة المراجح أنه قد ربما تؤجل وطبعا ستؤجل لأنه ليس هناك توافق حتى الآن على الأقل والموعد هو التناني شيء على الأرجح فبالتالي من الممكن نذهب إلى موعد آخر قبل 31 أيار لإمكان أن عقاد المجلس لأحد سببين إذا كان فيه جدية بالذهب إلى الانتخابات النيابية إما وبعض الكلام يتحدث عن إمكان أن يكون هذا الموعد الآخر يعني ما قبل 31 و22 أيار في حال ذهبنا إلى هذه الجلسة أو تقررت جلسة قبل 31 أيار فسيكون أمام أحد أمرين إما التوافق على قانون جديد للانتخاب يعني من عمل بـ 15 أيار ممكن ينعمل ربما بـ 22 أيار أو سيبحث في موضوع تمديد أو تعديل مها القانون 2008 يعني القانون المتعرف على تسميته الستين ما خلى هذين الخيارين في عنا مشكلة حقيقية بعد 31 أيار اللهم إلا إذا رئيس الجمهورية فتح 31 أيار أي ما بعد 31 لأنه المجلس سيعود ينعقد وبالتالي ما نكون رحنا على حزيران بيبقى عنا 19 يوم حتى تنتهي وليت المجلس إذا لم تكن هناك دورة استثنائية يفتح رئيس الجمهورية فبالطبع لا يستطيع المجلس أن يلتأم بس واضح أنه هذا خيار اليوم مطروح بيقوة أنه دورة استثنائية هي مرتبطة كيف سنصل إلى 31 أيار إذا كنا سنصل إلى 31 أيار بتعديل مها القانون الستين أو بتوافق على قانون جديد للانتخاب ما بعتقد بحاجة لدورة استثنائية لأنه ساعتها بأيار بجالستين وراء بعضهم ينجز هذا الأمر عم بقول إذا قبل 31 أيار أنجزنا ترتيبات القانون الجديد لأنه ما بيحتاج إلى تعديل مها لأنه ستكون مها له من ضمنه مها للقانون الجديد من ضمنه أنه تجري بنص وهذا صعب على كل حال أنه بنص قامت تجري الانتخابات وينطوي ضمنا هذا القانون الجديد على تعديل تقني تنديد تقني يعني 3 شهر أو 4 شهر بحسب تقليل قانون يعني إذا قانون صعب تأهيلة أو مختلط بالتأكيد ما رح نقدر نعمل انتخابات بـ 3 شهر إذا نسبة كمان فيها وجعة راس كيف يتهيأ الآخرون يعني الناس كلهم للإجراء الانتخابات إذا كان رايحين على الستين من أبسط ما يكون ما بدون شي بدون 3 شهر لأنه القانون الأصل قانون الستين يعني نسئل على مهلة 3 شهر لإجراء الانتخابات 90 يوم لإجراء الانتخابات فبالتالي ها هي الخيارات المتاحة اليوم إذا نحن بدنا نشوف بين 15 و 31 شو قادرين نعمل حتى نعرف إذا رح نقدر نعمل شي بعد بس التليفون كتير عم يعمل زبزبات على الهواء عم يمكن عم بيدق تليفونك لا لا ما بعش لا 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 أوكي أوكي إذن 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 قبل ما فوت بتفاصيل القوانين المطروحة اليوم سؤالي هو ما الذي تغير بين 13 نيسان واليوم يعني بالمنتظر ب15 أيار بمعنى أنه التمديد لسنة أصبح ورانا بينما التمديد لسنة ب13 نيسان كان موضوع ممكن أنه يفجر البلد يعني فيه عمنا كان نص المجلس لا مش نص المجلس كانت فيه أكثرية بالمجلس مستعدة للتمديد ما الذي حصل والذي جعل أنه اليوم فيه اتفاق واضح أنه ما فيه تمديد للسنة اللي حصل حصل شيء ولم يحصل شيء يعني هناك شيء حصل مهم باستخدام المادي 59 من رئيس الجمهورية يمكننا منعرف أنه استخدمت للمرة الأولى المادي 59 أولا جمدت عمل المجلس لأنه كان المجلس ذاهب إلى التمديد في اليوم التالي لأنه الرئيس عون أخذ القرار ب13 أخذ القرار ب12 نيسان كانت الجلسة مقررة ب13 نيسان فالقرار اللي أخذ العماد عون بتجميد أعمال المجلس أطاحت بالتمديد اقتراح القانون المعجل المكرر بتمديد ولاية المجلس سنة شهر كامل أطاح بالجلسة أطاح بالتمديد بكل معنى الكلمة لأنه اليوم ما عاد حدا نحن بيحكي عن التمديد الرئيس الحريري قال هذا كله من وقع استخدام هذه المادي طبعا هذه مفاعلة لأنه اقترنت بكلام عن تحرك الشارع مش لأنه المادة هي مادة كافية لطير التمديد المادة لما أعطت مهلة السنة اقترنت بشغلتين أولا أفسحت في المجال أو ظننا أنها ستفسح في المجال شهر أمام مجلس نوابه وكل القوى أن يتفقوا على قانون جديد وقتها اعتبروا أنه انزركوا بالوقت وما في وقت يقدروا يتفقوا على قانون إيجا الرئيس هنا قال لهم أنا عندي صلاحية بقدر استخدمها بعطيكم مهلة الشارع لتتفقوا هذا هو يعني هذا البعد الآخر أو البعد المكمل لاستخدام المادة البعد الأساسي باستخدام المادة هو يمكن ما كان بالظن أنه ستطيح التمديد لكن تحرك الشارع أطى هذا الانطباع أنه لا يمكن أن يمر تمديد ولاية المجلس سنة من دون اضطرابات في الشارع تحرك الشارع على النحو الذي حصل حمل الجميع أو تهيبوا التعاطي مع التمديد لذلك إذا لاحظت من بعد استخدام المادة 59 بالشهر الماضي هذا الشهر بين 13 نيسان و13 أيار الرئيس الحريري قال لن أحضر أي جلسة تمديد لمجلس والرئيس بري أول ثم تحدث الرئيس بري مرة واثنين واثلاثة لن أحضر ولن أسمح بنعقاد جلسة آخر كلام اسمعني منه النهار الثلاثة أنه لن أسمح بحصول جلسة بـ 15 أيار إذا كان الغرض من تمرير التمديد ولن أسجل على نفسي أنني أنا أمرر هذا التمديد يعني باستنتاج من اللي حضرتك عم تحكيه يعني فعلا إذن محصلة هذه الجولة هي أنه العماد ميشيل عون هو الذي فرض موقفه وعلى لا طبعا لأنه بدور بصلاحية متاحة له كما الصلاحية السابقة بعدم توقيع مرسوح يعني اللي عم جاري بقوله أنه هو فعلا بـ 13 نيسان كان في نية حقيقية لدى معظم هذه الطبقة السياسية بالذهاب إلى التمديد طبعا بتأكيد كانوا كلهم رايحين كانت الجلسة في الغدات تاني يوم التوقيع كان بـ 12 أو الصدور للقرار بـ 59 بـ 12 تاني يوم الجلسة كانت حتمية ومحسومة وجدوى الأعمال ووزع حتى جدوى الأعمال ووزع مش لأن طلاح حكي أنه هذا كان سيناريو من قبل الجميع اتفاق من قبل الجميع لإخراج الموضوع أنا ما بعتقد هلأ إذا بترجع إلى نياته أنا ما بدي أحكم على نيات بالتأكيد هنا بيفضلوا كتير يكون في تمديد ولاية سنة منتفش البلد السنة ونبقى نشوف شو بدنا نعمل تماما على غيرار اللعبة التي حصل بـ 13 بالـ 2014 منتذكر تماما ظلوا الوقت إمرار الوقت إمرار الوقت إلى أن وصلنا إلى أحد خيارا ما عاد حدا يحكي عن قانون جديد للانتخاب إما التمديد وأما الفرغ حصل ذلك بالـ 2013 وتكرر ذلك بالـ 2014 ونحن كنا على أبوابه بالـ 2017 عشية 13 نيسان كان التهويل إما التمديد وأما الفراغ وحتى قيل وقته أنه ربما بعد حتى 31 أيار ما يقدر ينعقد المجلس خلينا نمرق التمديد في هذا الأمر في وظيفة أخرى ربما لم تتحقق كما يجب ولذلك بيقدر واحد يقول أنه الـ 59 أدت جزء من وظيفته أو أدت جزء من الغرض الذي توخته الغرض الأول الذي توخته هي طبعا إلغاء التمديد أو منع التمديد منع التمديد الشيء الآخر وبعتقد هو هذا هو ريهان رئيس الجمهورية في الأساس هو في خلال هذا الشهر أن يحصل توافق على قانون جديد للانتخاب إذا بدنا نحكي عنها الجانب الأول حسب المواقف المعلنة ما حدا بده تمديد إذا ما عد فيه تمديد لسنة مش معناتنا ما فيه تمديد لثلاثة الشهر الجانب الآخر هو أنه ما حدا بعد متوافق على قانون جديد للانتخاب يعني نحنا بعدنا كما لو كنا بـ 12 نيسان على مستوى قانون الانتخاب السجال لا يزالوا نفسه الأطراف المتساجلين لا يزالونهم أنفسهم كما لو بعدنا بالـ 2012 مش بـ 2012 يمكن كما بالـ 2012 بس أنا عم بحكي حتى عشية تجميد المجلس وهي سابقة مش هينة عادة يجمد أعمال المجلس حقاب للمجلس مش إطراء للمجلس مش إنقاذ للمجلس اللي حصل هو أنقذ المجلس من الشارع اللي حصل بالميدة 59 رئيس الجمهورية أنقذ المجلس من مواجهة مع الشارع كانت واضحة في ناس حتى هن وزراء ونواب وطيارات وأحزاب مشاركة وكتل في المجلس اللي كانوا نزلين على الشارع هنجزق من البرلومة هنجزق من الحكومة كانوا نزلين على الشارع إذن كانت المواجهة بين الشارع والبرلومة إجت هذه المادة لتنقذ مجلس النواب من هذه المواجهة فلذلك الجميع بعد 13 نيسان تهيبوا التعاطي مع موضوع التمديد صار على الرئيس الحريري قال أنا لا أريد أن أشارك في أي جلسة للتمديد والرئيس بنبيه بريعان بيقول بما معناه أنه صار التمديد لسني ورانا هذا الكلام لحبت اليوم هلأ شو بيصير بكرة بعد بكرة ما أحد أنا بيعرف بس واضح أنه منا رايحين إلى تمديد للسني على الأقل لكن الوظيفة الأساسية اللي كان مطلوب تكون المادة 59 استنفدت كل ما طلبته كل ما أرادته هو أن يكون توصلنا إلى قانون للانتخاب نحن هلأ بعدنا بـ 12 أي نيسان بموضوع قانون الانتخاب طبعا اليوم النسبية تتقدم مشروع الرئيس نبيه بري هو الأكثر تداولا فيما الرئيس ميشيل عون أول من أمس قالها صراحة ربما للمرة الأولى بهذا البضوح بأنه فلنعطي بعد ما استنفذ التأهيل مناورة أو مناورة من أجل أن يأخذ ثمنة في القانون الذي يمكن اليوم يروج له أو في فعلا بعض إمكانية للتأهيل يعني إذا كان بس مجرد رصد المواقف المعلنة بتشوف الأكثر هي صاري ضد التأهيل فبالتالي موضوع اقتراح التأهيل ما أخذ تأييد بيقدر يقطع في مجلس نواب ونحن بنعرف أنه موضوع قانون الانتخاب هو منه تصويت وألوها الكل بدليل أنه حتى في مجلس الوزراء لم تسري فكرة التصويت على أي اقتراح أو أي مشروع لقانون الانتخاب كمان الأمر في مجلس نواب غير مطروح التصويت إذن التعاطي مع قانون الانتخاب ينظر له على أنه أشبه أشبه بالتعاطي مع استحقاء رئيسة الجمهورية يعني بمعنى أوسع توافق حوله يعني بالدخل وهو أساسا جزء من المادة 65 اللي تتطلب تلتين مجلس وزراء بمجلس نواب لا يتطلب تلتين يتطلب النصف زائد واحد وأحيانا الأكثرية نسبية من ضمن الأكثرية المطلقة لكن التعاطي معه على أنه هو اللي بناء المؤسسات وهو مصدر السلطات بمعنى هو يكون السلطات الأخرى منه تنبثق رئيسة الجمهورية ومنه تنبثق الحكومة وتحكم الحكومة فبالتالي الكل عم بيتعاطوا معه على أنه عم بيأسس موطق قدم بالسلطة الجديدة اللي هي بدأت في هذا العهد وستستمر وما ننسى أنه فيه مهمات أساسية للمجلس بهذا المعنى ما أحدا متوقع يروح على قانون يشكل إشكالية لأحد لذلك بمقدار ما فيه معارضة للتأهيل فيه كمان معارضة لاقتراح الرئيس بري أو مشروع الرئيس بري اللي هو من شققين هو شق إجراء انتخابات نيابية وفق النسبية بسد دوائر وشق استحداث مجلس للشيوخ طبعا الرئيس بري اي اتفضل الرئيس بري اجتهد في المادي 22 التي تتكلم عن استحداث مجلس الشيوخ بحسب المادي المادي كما تقرأ ببساطة وسهولة هي أنه بعد انتخاب مجلس وطني بعد انتخاب مجلس وطني خارج القيد الطائفي يستحدث يستحدث مجلس الشيوخ يعني مع انشاء مجلس وطني يعني بيصير عنا مجلس وطني نيابة ونروح على مجلس الشيوخ خطوة تالية الرئيس بري بدو يوهن اتنين بالتزامن اجتهد ايضا بأن يكون المجلس الوطني هو مناصف بين المسلمين والمسيحيين في حين أنه روحية المادي كما كنا عم نسمعه وكان يقولولنا كما وردت في الطائف هو أن يأتي مجلس وطني بكل معنى الكلمة 128 مسيحي 128 مسلم مخلوطين يعني لا حساب لا للمذاهب ولا للطواقف هو مجلس وطني اي لبناني بيقدر ينجح بالانتخابات هو بيصير نائب ناخد الحصص المذهبية او الطائفية الى مجلس الشيوخ هذا الامر الموضوعين ان كانت تأهيلة لا يمكن تأجيل الانتخابات تلت شهر لاجراء انتخابات على اساسه او المشروع الرئيس بري كمان يحتاج الى اكثر من ثلاثة شهر بس الخلاف بالسياسي صار متشعب يعني في اكتر من مشكلة بالتأهيلة وفي اكتر من مشكلة بمجلس الشيوخ اكتر مننا بالجزء الاخر من المشروع الرئيس بري اللي هو النسبية على ست دوائر يعني في كتير عم بيحكوا انه ممكن يقطع يعني النسبية على ست دوائر صالح قابل الحياة هي الخلاف على المجلس الشيوخ شو يعني مجلس الشيوخ الخلاف على رئيسه كيف بدنا نرجع نعمل رئيسه وهاء اشكالية مش هيني لأن اتفق على رئيس للمجلس الشيوخ عم ترجع يتحط المشكل بين المذاهب وبين الطواقف من اول وجديد فبالتالي هني بغينا عن اي مشكل من هذا النوع ثم ايضا مسألة الصلاحيات يعني منرجع اذا بدك منرجع منحكي عن مجلس الشيوخ بعد شوي لانو مجلس الشيوخ عنا تجربته جاربينا بلبنان مش انه ما بنعرف مجلس الشيوخ سبق وعرفناه وقت الانتداب بالانتداب مرحلة الانتداب وعش سنة وعش سنة واذا بدك نحكي عنه لذلك انا عبقول انه اليوم هو الخلاف على مشاريع تتضارب وليس هناك مشروع حتى الان بس كان عنا مجلس الشيوخ بيظل برلمان طائفة يعني بيظل لا برلمان وطني مجلس الشيوخ طائفة التجربة التجربة الاولى برجع بيليك انه في حكي حوله مجلس الشيوخ لانه مجلس الشيوخ خلافا لما هو مطروح اليوم كان هيئة مشترعة كان يشرع اليوم مش مطلوب منه عفا نعم تحكي عن مجلس الشيوخ السابي كان هيئة مشرعة والمجلس 16 بالدستور القديم بتقول انه الهيئة المشترعة مؤسستان شو التمييز الاساس اللي كان بينه وبين مجلس النواب لا يعني كانوا بيكملوا بعضهم بمعنى اتنينتوناicar بيدرس القانون نفسه يعني القوانين اللي بيقرأ مجلس النواب يجب ان تذهب الى مجلس الشيوخ اذا اجاب عنا يعني قال انا بدي ناشها يجب ان يناقشها وان يوافق عليها وفي حال موافق عليها ينشر يعني لا ينشر قانون لا يحوز موافقة مجلس الشيوخ اما بان يناقشوا اما بان يقول انا لا اريد ناقش هذا القانون هذا المشروع ما لدي علاقة فيه عرفت كيف بس كان هيئة مشترعة اليوم لا ينظر إلى مجلس الشيوخ على أنه هيئة مشترعة يعني إذا كانوا البعض عم بيقولوا قرارات أنه السلم والحرب مثلا أو ما يتعلق بالأحوال الشخصية هون بيتحول لمجلس ملي والسلم والحرب يعني منع على أبواب حرب عالمية كي يعلن لبنان الحرب فبالتالي كأنه بلا صلاحية كأنه بلا صلاحية أنا عم بقول قياسا بتجربتنا السابقة لمجلس الشيوخ وكان سني على فكرة وقتها رئيسه كان سني وكان جزء منه معين وجزء منه منتخب خلافا للتجربة أيها سنة الستة وعشرين واستخدث مع دستور لبناني هدى للسبوع وعشرين بالسبوع وعشرين ألغية وتحول أو أصبحت لهيئة مشترعة في لبنان هي هيئة واحدة هي مجلس النواب فبالتالي تجربة سنة ما كانت كافية أضيفي إلى ذلك أنه الدستور لا يلحظ صلاحيات المجلس الشيوخ بشكل واسع يتناول هذا الجنب المادي 16 القديمة ولا يحدد الدستور وطبعا ما فيه قانون مثل قانون الانتخاب يحدد آلية انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ كان فيه جزء منه منتخب وجزء منه معين يعني أنه تجربة بداية كانت في ذلك الوقت وكانت تحت رعاية الانتداب مثل مجلس نواب مثل رئيسة الدولة اليوم فيه مقاربة لهذا الموضوع طبعا فيه مجالس الشيوخ في الدول الأخرى أهمية كبرى يعني بفرنسا في البرلمان اللي هو الأسمبلية جنرال والسنة اتنيناتهم بيقعدوا بالقضايا المصرية بجلسة واحدة بسيانس بيقعدوا بيقربوا اتنيناتهم بالولايات المتحدة يعني مجلس الشيوخ له حجم أساسي وجوهر ومشرع في الخارج هل نحن في صدد مجلس شيوخ مشرع في لبنان هذا هو السؤال الأساسي لذلك أنه ما بيكف نقول بدنا نعمل مجلس شيوخ بدنا نشوف شو تجربتنا وشو تجربة سيوانا كل هالخريطة والمشهد اللي حضرتك شرحته قانونيا ودستوريا بيوصلنا لنتيجة منطقية إنه ما في قانون انتخاب قريبا بهذا الصدد يعني خاصة بموضوع مجلس الشيوخ يعني التجربة اللي حدنية بتقلنا لا نقدر نتفهن نتوصل لتفهم شو هو المجل بالظبط فإذن السيناريو الأكثر ترجيحا بما أنه المنطق والعائل بيقول أنه ما فينا مستحيل نوصل إلا بمعجزة إلى قانون انتخاب من هلأ ل31 أيار تماما فإذا نحن رايحين على قانون الستين هل إبسو فاكتو قانونيا هل أتصريح الموضوع أنه تنتهي ولاية المجلس بثلاثين حزيران إبسو فاكتو نروح بعد ثلاثة شهر أوتوماتيكيا في انتخابات بعد ثلاثة شهر بحسب القانون النافس خلينا أقول شغلي أولا تنتهي ولاية المجلس منتصف ليلة 19 حزيران تنتهي ولاية المجلس إذا من هلأ لوقت ما قدرنا أعملنا قانون انتخاب جديد أو لم نعدل قانون الانتخاب بمعنى إجرينا تمديد تقني لثلاثة أربعة شهر خمسة شهر لنعمل انتخابات إذا نحن وصلين منتصف ليلة 19 حزيران إلى فراغ كامل في السلطة المشترعة يعني ما في برلمان بالمطلق هذا لا يعني أنه ما في حكومة لا في حكومة بس هي تصريف أعمال بصلاحيات محددة يعني ما عدت فيها تمثل أمام مجلس لأنه ما في مجلس مع أنه بالحج الماضي كان يكون في مجلس والحكومة مستقيلة وكانت مع تجربة الرئيس مئاتي أمام المجلس فكيف ما في مجلس هنا الحكومة عندها إذن بدأ تدعي تدعو إلى انتخابات عندها صلاحية تصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات النيابية لكن هنا في عندي عقبة هي أنه أفهم ممكن ترجع هنا الحكومة في حال حصل الفراغ الكامل فيه إمكان منتصف ليلة 19 عشرين تستطيع الحكومة أن تصدر مرسوم أو تصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى انتخابات بعد ثلاثة شهر خلال ثلاثة شهر ما فينا قبل 19 لا فيها تعمل ساعة لبدا طالما في ولاية المجلس بس قبل ما تنتهي ولاية المجلس يجب فهالمشكلة هي 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 مش مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هي تعديل المهل لإجراء لتحديد موعد إجراء الانتخابات يعني ما فيك تجرب فيه مهل لإجراء الانتخابات ينص علي القانون ثلاثة شهر لا ثلاثة شهر الحكومة بدك تعد لقانون الانتخاب النافس قانون الانتخاب الحالي اللي بدنا نعمل عليه انتخابات إن كان قبل الفراغ أو بعد الفراغ بيقلك في عندك الهيئة هيئة الإشراف على الانتخابات ها شو بده ها ده بده مجلس وزراء فقط بتقدر الحكومة تعملها إن كان في مجلس أو ما فيه في اقتراع المغتربين ها ده مادة ملزمة ها بده مجلس نواب ما فيك تشيلية وما تتحطية بدك مجلس نواب لحتى هو يعدل القانون ويستسنئ اقتراع المغتربين وإلا تكون كل الانتخابات باطلة وعرضة للإبطالة ده المجلس الدستوري في عندك أيضا تعديد المهل ها بدك مجلس نواب يعدلها الحكومة بعد الفراغ لا تستطيع أن تفعل هذا الأمر لذلك طرحت في الفترة الأخيرة المادة 25 من الدستور إذا بتتذكر طرحت فكرة المادة 25 و74 ال74 ما إلا علاقة بالانتخابات النيابية على الإطلاق المادة 74 أولا اللي بيفتح كتاب الدستور بيشوف أنه المادة 74 مدرجة في سياق انتخاب رئيس الجمهورية إذن هي مادة في حال شغلت رئاسة الجمهورية لأي علاة كانت توفر رئيس أصيب بوضع صحي أي علاة أي علاة مثلا تعرض لمكروه فيجب أن يسارع المجلس إلى انتخاب رئيس هذا الهدف الأساسي من المادة 74 وهذا ما كان بانتخاب الرئيس بالدستور لكن هناك عطف على هذه المادة بالمادة 74 بيقول في حال سيئبت أنه حصل الشغور وكان صدر قرار بحال مجلس النواب يعني القرار بحال مجلس النواب اللي هو لازم تكون تجري انتخابات خلال ثلاثة شهور سيئبت ثلاثة شهور أمرأ بيناتهم شغور برئاسة الجمهورية خلصت ولاية الرئيس وما حملنا الانتخابات النيابية فعلى المجلس على المجلس أن ينسارع إلى إجراء انتخابات نيابية فورية ثم انتخاب الرئيس يعني لازم يكون في هيئة هيئة مشترعة لازم يكون حتى في أثناء الشغور في مجلس نيابي قانوني إذا كان المجلس محال نذهب فورا إلى انتخابات نيابية ننتخب المجلس والمجلس هذا ينتخب الرئيس هذه هي حدود المادي 74 اللي مقل علاقة بمشكلتنا المادي 25 مش مرتبطة بحد زيتها هي شقفة من المادي 55 شو هي المادي 55 كلنا بنعرف حل مجلس النواب المادي 55 تنص على حل مجلس النواب المادي 25 معطوفة على يامع وجاية قبل لما بيصير حل مجلس النواب لازم الحكومة تصدر مرسوم دعوة الهيئات الناغبة خلال تلتشور نحن الآن نحن في صدد حل مجلس النواب نحن في صدد نهاية الولاية وبالتالي إذا الحكومة بس الرئيس العون لمح طبعا أنا ما عبقول مجلس المريحين أنا عبقول في جدل حول هالنقطة لأ يعني فينا نكون بصدد حل مجلس النواب ما أفهمت لannonce؟ لأني بدأ قرار من مجلس وزارة mit حل مجلس النواب طيب بيطلب من رئيس الجمهورية إذا طلب مجلس النواب يحل نفسه مع عقاب حل مجلس نواب شو يعني حل مجلس نواب فيه شروط بالدستور بتقول حل مجلس نواب هو تعاقق تقاعص المجلس عن القيام بدوره بشروط محددة بالزابط هذا هو الكنتكست اللي عم يحكي فيه رئيس الجمهورية بده يعاقب هذا المجلس من خلال طلب من الحكومة بس الدستور لا ينص على انه عدم الاتفاق على قانون للانتخاب هو من الاسباب التي تسمح بحل مجلس نواب في حالتين فقط يسمح بحل مجلس نواب هو التلكق في اقرار الموزنة والخلاف مع الحكومة على تعديل الدستور فقط هو الحالتين وعلى الارجح لانه المشرع ما كان عنده خيال علمي خليه يفكر انه فيه مجلس بمدد لحاله تلك مرات هذا خيال اخر يمكن القصد وانا بعتقد هذا هو القصد من الكلام عن المادة 25 انه اذا عملنا المادة 25 طبقنيها كأنه في حال كأنه في حال منروح على مرسوم دعوة الهيئات الناخبي الى الانتخابات وممنح منستغن على المجلس النواب بتعديل المهل يعني لا يعود هناك اي قيمة لتعديل المهل عفوا استاذنؤونا يعني هو القانون هالدستور هالأد واضح بكيفي بلماذا يمكن حل المجلس يعني فقط لمعاقبته على تقلصه بهال هدول السببين ما في سبب اخر ما في سبب اخر طب لا يمكن اجتهاد سبب اخر اجتهاد شيء اخر اذا عم تسألي شو نص الدستورة بيقولك النص في حالتين في حالتين ما قال في حالي تلتي ما قال في حالي تلتي هلا هل تنشأ حالي تلتي ما بعرف شو كيف تنشأ بالضبط يعني ما قال في حالي تلتي يعني قصدي هون استباحة الدستور بيّنة وواضحة اللي هي التمديد يعني هذا التمديد هو غير دستوري بطبيعة الحال عظيم اذا يعني يعني مشرعة بس بالمنطق تجوز المعاقبة يعني بيكة عقبيب السياسي اساساً قرار مجلس الدستوري لا بالدستور اساساً قرار مجلس الدستوري بالـ 2014 اللي طلع بتشريته 2014 بعد الطعن اللي حصل نذكر بعد تمديد 2014 شو قال لا يمكن الرابط بين اجراء الانتخابات والاتفاق على قانون جديد للانتخاب الانتخابات استحقاق دوري فى موعده سواء اتفقنا ع قانون جديد او لا بس لانه هناك قانون نافذ يعني شو عم بقلوا نقرار مجلس دستوري وهذا يتطابق مع واقع الحال انه مش قادرين تتفقوا على قانون جديد روح عملوا انتخابات وانتو مجبورين تعملوا انتخابات وفق القانون النافذ وخدوا وقتكم لتتفقوا على القانون جديد لكن لا يمكن التذرع بعدم اتفاق على القانون جديد للانتخاب نقوم منعطي للانتخابات الانتخابات استحقاق لابد منه منصوص على مواقيته الدستور بيقول ولاية المجلس اربع سنوات مثل ما بيقول ولاية رئيس جمهورية ست سنوات وقانون الانتخاب كمان ايضا قانون الانتخاب ايضا بتحديد بحدد اربع سنوات لولاية المجلس فبالتالي ولاية المجلس لا يمكن التلاعب فيها الا اذا بدنا نعدل القانون نجي نقول بدل ما نقول 4 شهر عملنا 4 سنين و6 شهر فينا يعني نعدل للمات دي بس ما حدا بيقول انه اذا مش متفاهمين على قانون جديد ما بنعمل انتخابات اجه قرار المجلس الدستوري اكدوا هذه القاعدة كمبدأ دستوري بس مش هيك عم يشتغلوا مش هيك عم يشتغلوا انا عم برجع الى منطق رئيس الجمهورية الذي يلوح بالخمسة وعشرين عقابا لهذا المجلس ايه بس رئيس الجمهورية يعني منا بي نزام رئاسي لا يعاقب رئيس الجمهورية يجب ان يحصل على موافقة مجلس الوزراء لحل مجلس نواب ومجلس الوزراء هو من كتة المجلس نواب طبعا سعفوا الـ 25 هي الطلب من مجلس من الحكومة 55 الطلب من الحكومة حل مجلس نواب طيب ما مين هو مجلس نواب ما هو الكتة اللي بتمثل الحكومة يعني انت مثلا من كل عقلك او من كل عقلي انا قديمة رح يوافق الرئيس بري على حل مجلس النواب يسجل سابقة رح يوافق الكتة للكبرى ولو بعد فيه اسبوعين او شهر من ولاية المجلس حدا حيسجل هي مش اهمية الحدث ما رايح المجلس خال متيه وليته هي تسجيل السابقة بحد ذاتها يعني ممكن انه يعو يعني يراهن على على اكترية على اكترية بالتصويت لحل المل اه بس بتوافق الاكترية الحكومية اللي هي الاكترية النيابية ما بيكتوفها اه هلا احنا عم مبصر هلأ هك عم مبصر انا وياك اذا قبل ما اخذ الفصل اذا الى 19 حزيران الموضوع منه بهذه الاوتوماتيكية بينتهي تنتهي ولاية المجلس منذهب الى انتخابات بحسب القانون النافذ بمهلة بمهلة ثلاثة شهر من هلأدى واضحة لا سنذهب الى انتخابات حسب المادة 25 بعد الفراغ وليس قبله قبل الفراغ في مجلس نواب بيعدل المهل وبيشيل اقتراع المغتربين وبيقر الجميع انه بنا نروح على الستين هذا قبل 19 حزيران بعد 19 حزيران ما بيقود في اي دور للمجلس يصبح في الفراغ المجلس الفراغ الكامل ساعة الحكومة تشتهد وتستعين بالمادة 25 لتقول انا ما عد في عندي مجلس يعدل المهل ويلغي لي اقتراع المغتربين فانا صرت بدي ادعي الى انتخابات او دعوة الهيئات الانتخابات خلال 3 شهور ساعة تستغني عن دور المجلس هل سيوافق المجلس على هذه اللعبة هل المجلس نفسه سيوافق بحكي المجلس بحكي رئيسه بحكي الكتلة الكبرى بحكي القوة التقيلة اللي برات اللي هي بالمجلس بستقلم من براتها مثل سيد حسن صر الله هل رح يوافقه على ذهب المجلس الى الفراغ سؤال اخير قبل الفاصل ايضا في حال وصلنا عشر حزيران واللي هو بصفاك تصرنا بالفراغ الفراغ يعني فراغ كامل على كل المستويات بما في ذلك هيئة المجلس اه بالطبع بالتأكيد يعني ككل يعني هذا يعني منصير بدون نواب ولا هيئة ولا رئيس مجلس نواب اذا بدك هلأ اذا بدك بعد الفاصل بشرح لك السابقة اللي طرح سنة السبعة والثمانين حول هذا الامر بفتوى من الدكتور ادمون رباط اللي هي قبل دستور الطائف لكن تفسر ماذا يمكن ان يكون عليه الحال اذا بدك اكيد اكيد نحكي فيها لانه كتير مهمة لانه عندما يصبح المجلس في الفراغ النواب اللي هنه اعضاء هيئة المكتب هنه نواب سابقين فما بيقدروا ما بيقدروا النواب السابقين هنه يستمروا كهيئة مكتب تستمر هيئة المكتب في ظل الولاية القانونية لكن عندما ينعدم وجود المجلس تنعدم الهيئة معهم هي جزء منه مثل ما بتنعدم اللي جان اوكي اوكي واللي اهم من يعني طبعا اللي عم تقوله كثير مهم وهذا بيوصلنا الى ما نقل عن الرئيس بري بانه الوصول الى الفراغ في مجلس النواب لن يكون نهاية البلد انما نهاية للعهد خليني بعد هذا الفصل ناقش بهذا الموضوع موسيقى 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 الى نهاركم سعيد والى الصحافين اولى نصيف كنا عم نحكي قبل الفاصل عن فكرة الفراغ الفراغ يعني فراغ شامل على المساواة النيابة بما في ذلك هيئة المكتب بما في ذلك طبعا كل النواب وبالتالي ما قيل بانه لا هذا يستسني رئاسة مجلس النواب يبدو انه فيه جميع دستوري على هذا الموضوع اليوم لفت جدا بالامس مقاله الرئيس نبيه بري او ما نقل عنه بانه الوصول الى الفراغ في المجلس النيابي لن يكون نهاية للبلد انما نهاية للعهد في الجدال الحاصل بين عين التينة وبعبتها حتى هذه اللحظة يمكن القول بانه بعبتها تسجل نقاط اكثر لا الكلام الرئيس بري انه ليس نهاية للبلد بل للعهد هي كمان طبعا كمان نهاية للبلد لانه العهد هو جزء من البلد البلد منه جزء من العهد يعني العهد هو الصغير والبلد هو الكبير ممكن ينتهي العهد وما ينتهي البلد لا ممكن ينتهي العهد وما ينتهي البلد بس بفراغ من هذا النوع ينتهي الجميع لسبب واضح رئيس الجمهورية عندما يشغر المنصب لا تشغر الصلاحيات تنتقل الصلاحيات الى مجلس الوزراء بالحكومة عندما تستقل الحكومة لا تشغر لا المنصب ولا الصلاحيات لانه تستمر في تصرف الاعمال الى حين صدور مرسوم قبول الاستقالة وحكومة جديدة مجلس نواب ليس هناك شيء ما بعد انتهاء الولاية يعني شيء يكمل مؤقت أو انتقال وما في شيء اسمه المرفق العام بالهيئات الناخبة ما في شيء اسمه مرفق عام يستمر المرفق العام الذي يستمر هو بالهيئات المعينة يعني مدير عام يحال على التقاعد بيجي الذي يليه بيستمر المرفق العام بهالمعنى الوزير إذا استقال أو فعله أنه معين في وزير بالوكالة يتولح الحقيبة لاستمرارية المرفق العام كذلك بالهيئات الوظيفية أو الإدارية لأنه هيئات معينة فبالتالي المرفق العام يجب أن يستمر الهيئات المنتخبة في مرجعية انتخابه يعني رئيس الجمهورية لا يستمر إذا انتهت وليته لأنه في هيئة انتخابته وانتخابته حسب الدستور لمدة ست سنوات مجلس نواب ما بيقدر يستمر بعد انتهاء الولاي لأنه في هيئة انتخابته وبحصل القانون قانون الانتخاب بتقوله أنه أنت وكالتنا أربع سنوات فبالتالي بعد الأربع سنوات يجب أن ترحل أو أنا بجدد الوكالة بس يجب أن يأتي تأتي هيئة جديدة هذا هو الخطر الحقيقي اليوم لأنه لما بيفقد دور مجلس نواب لهو صمام أمان أيضا أولا الحكومة التمسل أمامه وتحاسب عم بحكي كيف عايشين نحنا اليوم بس عم بحكي بالإطار النظري وأيضا مجلس نواب مجلس نواب عنده صلاحيات مشتركة مع رئيس الجمهورية وعنده صلاحيات مشتركة مع مجلس الوزراء فبالتالي رغم في الفصل بين السلطات فبالتالي ما بتقدر تشيل هذه المؤسسة الأم تعدمية ما تكون موجودة وينتظم عمل المؤسسات الأخرى ما بتتحول رئيسة الجمهورية إلى ديكتاتورية أو إلى طغيان أو استبداد لأنه ما في مجلس نواب ولا تستطيع الحكومة أن تتحول إلى طغيان أو استبدادية أو تعصف إذا غاب مجلس نواب الكل بيفقده دورهم فكيف بالأحرى ببلد قائم على توازنات طائفية مذهبية وعلى توازنات الشارع فيها أقوى من السلطة تبتعرف الشارع يعني القوى اللي هي بالسلطة وهي بالشارع وقوطها بالشارع أقوى بكتير من قوطها بالسلطة قوطها بالسلطة هي كي تستفيد من المنافع والمكاسب بس قوطها بالشارع قادرت تهدو من السلطة الشارع بيهدو من السلطة بلبنان وشفناه بأكتر من تجري 2005 مش الشارع هدم السلطة كلها هدم الأكثرية كلها هلأ الكلام اللي صار أخيرا لحظة رحظة الكلام اللي صار أخيرا هذا استثنائي وهذا يحصل في كثير من البلدان يعني فيما في أحداث مفصلية بس خليني ذاكرك أيضا ب13 تشرين الأول الذي سبق انتخاب العماد بيشي العون شو كان الكلام 13 تشرين الأول 13 تشرين الأول انتخاب العماد بيشي العون 31 31 ب13 ما قبل 13 كان هناك تحضير لتظاهرة غايف الأهمية بالشارع بس هيدا شو معنايتها ما ها من ضمن أسباب أخرى أخذت لانتخاب العماد بيشي العون ما بعرف يمكن مناقشتك بهذا الموضوع أنه اللي أخذ إلى 31 هو يعني هو استدارة الرئيس الحريري كيف استدارة الرئيس الحريري تحت الضغط الشارع مجموعة معطيات قلتلك من ضمن أحد الأسباب من أسباب أخرى هذا تحرك الشارع اليوم الشارع هو اللي عم يتحرك اليوم الشارع هو اللي بيقب نحن عدة تحركات للشارع يعني لا تحصى الأمثلة عن تحركات الشارع بلبنان والتي لم تحرك ساكنا برزة طبعا يعني سنة 2006 الاعتصام للمعارضة والتيال وطن الحر وليحزب الله اللي ما قدروا أنه نسقط حكومة فؤاد السانيورة الرئيس فؤاد السانيورة ديما اعتصام كانون الأول 2006 أدى إلى سبع أيار هذا السلاح أدى إلى سبع أيار شو سبع أيار هذا السلاح سلاح ومش سلاح ما هذه أخطاء سياسة ما هذه أخطاء الحكومة كمان أدى إلى سبع أيار شل البلد سبع أيار لا يقارم بـ 14 شباط لألفين وخمسة ما سقطت حكومة الرئيس فؤاد السانيورة بس شو فعلت حكومة الرئيس السانيورة سوجينت في السراية صاروا الوزراء قاعدين بالسراية ما عم بيقدر يطلعوا ما عدت تقدر تاخد أي قرار ما عدت تجتمع ما عدت مسلة أمام مجلس نواب اعتصام كانون الأول يعني بعد حرب تموز 2006 أنهى فعليا دور حكومة الرئيس فؤاد السانيورة وأخاذها حتى ترتكب مزيد من الأخطاء اللي أخذت إلى سبع أيار شو سبع أيار سبع أيار هو ثمرة الاعتصام أنا ذاك ما كان في الإمكان بالاعتصام يعني في رأيي طبعا بيقول أنه مش الضغط الشعبي اللي سقط ولأنه ضغط السلاح قوة السلاح على عمو هذا مش يعني الشارع دايما له فعالية أساسية في هذا الأمر ليش؟ لأنه الذين هم في السلطة نفسهم يستخدمون الشارع وبالتالي الشارع اللي بيكون برات إيدون بيكون عديم الجدوى شارع المجتمع المدني اللي هو ليس في قبضة السلطة لا يستطيع أن يفعل شيء تيار الوطن الحر مثلا بيقدر يفعل لا التهديد اللي صار عشية التمديد لا أدول التظاهرات تسألوا عشية التمديد كان فيه شيء تهديد جدي حقيقي خل الكل يتوجسوا وما يروحوا على التمديد ويمكن أنت ما أنت قلتي لي بالبداية أنه كان في نوع من التوافق على استخدام المادية 59 مع أنه صار في جدل دستوري حده أنه هل هي تصدر بمرسوم أو بمجرد قرار والرئيس الحريري لم يثر مشكلة حولها معنات أيضا ربما في نوع من التوافق لم يترح كفاية هذا الموضوع لأنه السابقة اللي قبلها استعملت فيها هذه المادة استعملت بمرسوم لم تستعمل قبل لم تستعمل قبل قيل أنه استخدمت بالضبط بالعشرينات وبال36 أيضا هي مش بالعشرينات هي بال36 استخدمت مرة بال36 كانت دستور معلقا عندما يكون الدستور معلق لا تستطيع أن تقولي أنه أنا مراسة صلاحية دستورية ما الدستور مع أنت استمتت هذا التصرف من المنتدب اللي علق الدستور لما بيكون الدستور معلق ولا ينفذ أنت أي إجراء بحجة أنه هو مادة دستورية لا يكون فيه سيادة الدستور بالإجراء إجراء لما بدي يطبق الدستور بدي يكون هذا الدستور سيد يعني هناك سيادة في ممارسة الدستور أنا ذاك كان الانتداب منذ 32 علق أعمال الدستور فبالتالي كان الدستور معلق حتى 43 عندما استخدمت هذه المادة لأول مرة أولا في ظل الانتداب وثانيا في ظل المنتدب أو المفوض السام الفرنسي في ظل دستور معلق الأحكام فبالتالي أنا ما فيني أقول أنه أنا استخدمت هذه المادة بسيادية كاملة يعني بمعنى هذه المادة دستورية في دستور نافذ عم مارسة هذا الأمر بيخليك تقولي حفو مش 36 أربعة وثلاثين شو أربعة وثلاثين سنت الأربعة وثلاثين عم بطلع فيه للمرسوم لأنه أربعة وثلاثين فبالتالي عندما استخدمت كانت في ظل دستور معلق لا يمكن اعتبار ممارسة أي مادة دستورية في ظل دستور معلق أنه هي مادة أنه هو تطبيق سيادي للدستور ما ننسى أنه على الهموم أنا يعني ما بعدها يمكن هلأ عم استرثل في لهذا الموضوع بس لأنه يعني غني دستوريا هي القرار هو كان استند إلى المادة ثلاثة واربعين من القرار رائم واحد يعني ما كان فيه تلميح واضح للمادة تسعة وخمسين كانت موجودة من ستة عشرين لا بس ما كان فيه لقرارات الانتداب لذلك أنا عم بقول أنه قيل أنه استخدمت هذه المادة لكن لم تستخدم في ظل دستور تحت سيادة اللبنانيين كان الدستور معلق وكانت كل سلطة الحكم ممارسة من الانتداب الفرنسي ولذلك نحن لما مارسناها هلأ موري سيتلي أول مرة ومثل ما عابقول لأنه فيه تهيب لاحظت أنه الرئيس بري ما اعترض عليها ما قال له ليش ما بعتها بمرسوم نحن بنعرف أنه بالمادة ولا رئيس الحكومة نحن بنعرف أنه بالمادة ستة وخمسين من الدستور أنه كل مقرارات تصدر أو كل قرارات بدأ يجب أن تصدر كل الإحالات إلى مجلس النواب من الحكومة أو من رئيس الجمهورية يجب أن تصدر بمرسوم يوقع رئيس الجمهورية لم تحل بمرسوم وما حدا أثار ضجة وهذا ما يؤشر ويشير بأنه كان في توافق ضمنه يعني اللي بده يعمل مشكل منه كان عنده الحجة اللي هي مرسومة أو لا تماما مش لأنه خايفين من رئيس الجمهورية لأنه كانوا خايفين من الشارع ما حدا في هذا الوقت ما حدا في هذا الوقت عم تشوفه ما حدا عم يجرب يستفز الآخر عم يختلفوا بالحكة بس ما حدا عم يخلق مشكل فيه عندك تربي خصبة للخلاف بين رئيس المجلس ورئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس لكن لا أحد يريد أن يتسبب بمشكلة مع الآخر يمكن غصنا كتير دستورية بس يعني على العموم ما فينا ما نستفيد من خبرتك وتمرسك بهذا الموضوع خلينا أرجع إلى الموضوع السياسي السؤال اللي انطلقت منه المعركة بين أو السجال بين أو إذا بدأوا الاحتدام بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ما رأبي عدة جولات هل لهذه اللحظة يمكن القول بأنه رئيس الجمهورية هو الذي يبدو أكثر حضوراً؟ ما بعرف يعني شو المعيار في هذا الأمر الأكثر حضوراً؟ طبعاً الرئيس عنده مبادرات لا يمكن إنكارة وقدر عمل مجموعة مبادرات قدرت لعبت بالتوازنات الداخلية حقول القصص مثل ما هي يعني بموضوع التمديد الرئيس نبيه برري حدد جلسة أنا واضح كان الذهاب نحو التمديد فيه عندنا الرئيس الجمهورية يجعله بدك تحدد جلسة وتمدد أنا بمنعك وهذا غير معهود يعني على مدى كل أداء وللرئيس نبيه برري غير معهود أنه يواجه بهذا الشكل ألم يواجه بانتخاب العماد عون أيضا طب الرئيس عون مواجه حكومته أو حكومة الرئيس الحريري بعدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أنه كانوا مبسوطين أنه يطلعوا بس ما فيه مشكل بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية رئيس الحكومة سعيد جدا بكل ما يقوم به رئيس الجمهورية ولكن عم نحكي عن رئيس المجلس لا خليني أقول أكيد فيه تناقضات مش خلافات بس فيه تناقضات فيه أمزجي مختلفة يعني مزاج رئيس المجلس شيء ومزاج رئيس الجمهورية شيء كلاهما من مدرسة مختلفة ولا مرة على مر حقبات العلاقة أو نقاط التقاطع بيناتهم أمتى كانت نقاط التقاطع بيناتهم منذ تعيين العماد عون بالخمسة وثمانين قائد للجيش يعني من هيداك الوقت الرئيس بالرئيس في المعترك السياسي كحركة أمل وكوزير مع الرئيس أمين جميل ولا عماد عميشيل عون قائد جيش ثم مرحلة 88 89 ثم مرحلة الطائف ثم نفي العماد عون ثم عودة العماد عون وصولا إلى انتخاب العماد عون رئيس جمهورية إذا من الخمسة وثمانين لليوم نقاط التقاطع بين بعضهم ولا مرة شعرنا في شيء من المصالحة بين الرجلين كنت تقشع بمراحل معين مصالحات بين أشخاص بس ولا مرة شعرنا مصالحة بين الرجلين مدرستين مختلفتين وكل واحد عنده مقاربة للممارسة السياسية مختلفة بغض النظر عن فلسفتها وأسبابها ومبررات أنه صح أو غلط أو تقييمة ما إلنا علاقة فيها اليوم في كلام آخر كمان حتى عن الرئيس الحريري مبارح وليت جملات عم بقول مش هيدة هو رف سعد الحريري أنه البعض الرئيس مئاتي عمل حملة على الرئيس الحريري ورد عليه أنه أنت تهدر صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء أنت رئيس حكومة ضعيف هذا الحكي طيب كلهم عم بينحطوا بوج ميشيل عون أو بوج رئيس الجمهوري بمعنى سعد الحريري ضعيف لأنه لا يريد أن يغضب الميشيل عون أو هو مستسلم إله لسبب ما حدا نبيعرفشه مش هيك مش هيك في موازين قوى جديدة في أثقال تلاتة هذه الأثقال بدأت تلعب لعبة التوازن بين بعض يعني بدأت تربح وتخسر بهذه لعبة التوازن الجديدة لعبة التوازن التقليدية اللي سادت يمكن منذ الثمانينات لليوم كان فيها الرئيس نبيه برري والنائب وليد جنبلاط رؤوس أساسية بموازين القوى طبعا دائما سؤالي هو هل تغير هذا بشكل من الأشكال هل نفس النفوذ ونفس مدى التقرير اللي عنده نياه الطرفين بعده وزيته أو اليوم بتغيير موازين القوى ظهر من هو أقوى كمان كمان المقاربة بدأ شوية تدقيق ما ننسى هيديك المرحلة إذا عم تحكي عن التمانينات لليوم أو التسعينات للتسعينات لليوم كان في وجود السوري بطريقة أو بأخرى يعني اليوم الرئيس ميشيل عون ما أنه أقوى من الرئيس إميل لحود بفترة من الفترات حكمه وما كان أقوى من الرئيس اليس الهراوي بفترة من فترات حكمه بس الرئيس الهراوي القرارات التقيلة اللي أخدها كحل الميليشيات كالمواجهة مع ميشيل عون كان فيه ظهير له أو مرجعيه السوريين طبعا ورفيق الحريري عندما كانك أقوى من رئيس الجمهورية في بعض المحطات كان يستمد هذه القوة من شركته بسوريا يعني من عبد الحليم خدام حكمة الشابة والنظام السوري والرئيس إميل لحود الأمر ذاته فبالتالي ولا مرة ضعف الرئيس بري في هذا الأمر كانوا يتصلحوا اليوم هذا العامل السوري اللي كان يغلب فريق على آخر وكان يتعمد يغلب فريق على آخر تا يجي يعمل مصالحة بين بعضهم ويعيد بناء التسوية لا يقل لهم أو التوازن لا يقل لهم كل واحد بحاجة من كل للآخر اليوم هذا الأمر ما عد موجود صار فيه إذا أريدك في الفورس مجاري الحقيقي اليوم هي حزب الله هو ضابط اللعبة بالبلد فبالتالي يعني يحاول حزب الله هو بالتأكيد القوة الأكثر فعالية أو أكثر حسما وقدرا بس كلاما سيد حسن نصر الله بيتحول إلى بوصلة كيف تروح الاتجاهات بس بالمقابل شفنا سيد حسن نصر الله أو وليد جملات بالخطاب الأخير ما فينا نعمل قانون انتخاب من دون الأقلية الدرزية واضح معناته وليد جملات ما أنه ضعيف مش لأنه هو ضعيف كشخص لا هو ضعيف بس أنا ما قلت ضعيف ولا المعادل لحظة أنا سألت هل تقلص دوره ما في شي تقلص في موازين قوى الكل بيلعبوا يعني وقتا بقول لسيد حسن نصر الله أنا ما بدي فراغ وبيكون أي الرئيس جمهورية قبل بفترة لوح بالفراغ في موازين قوى بدأت تأخذ في الاعتبار تجاوز المواقف العابرة اللي هي للمناورة مرات تستخدم مواقف للمناورة طيب الرئيس بري أدار الحوار أكتر من سنة سنة واثنين وكان بفترة الشغور وأخفق في النهاية إبقاء طاولة الحوار مستمرة في أحداث وفي موازين قوى تأخذ في الاعتبار كل الأحجام وبتوقف عن تحدة يعني ما بيقدر الواحد يندفع ويضله ماشي للآخير بفترة من الفترات الرئيس بري طرح مبادرات شوي حسينة معادي يحكي وانكفأ طيب هذا مش دليل ضعف اليوم وليد جنبلات كان يقولوا أنه كلمة من وليد جنبلات بتوقف البلد وبتأخذوا من محل لمحل اليوم الناس بيقولوا وليد جنبلات معادها الحجم مثلا بس إجت المعادة لتحمي دوره لوليد جنبلات مش معناه تضعف وليد جنبلات ربما يكون أجرى مراجعة وانكفأ قليلا هلأ العماد عون انكفأ بفترة من الفترات هلأ مندفع عزيزي بس موازين القوى اليوم اللي فارضة نفسها واللي يبدو بأنه يعني شأن شاكن كل موازين القوى بتستمر فترة طويلة فترة معينة من الوقت عندما كنا بالعصر السوري كان في عنا الرجلين القويين يعني لهذا العصر اللي هن الرئيس نبيه بري ولفترة معينة أيضا النائب وليد جنبلات لا ولا الرئيس الهراوي شو عظيب بفترة معينة بس مين قدر يستمر بكل يعني ما حدا استمر بطول المدة للرجلين استمروا بطول المدة يعني وليد جنبلات مش لأنه وليد جنبلات لأنه زعين الدروس لأنه المختارة لأنه هو مكمل لدور كمال جنبلات الرئيس نبيه بري مش لأنه لأنه حزب الله لم يكن في الواجهة أنا ذاك وكان هو واجهة الشيعة ما ننسى لأنه كان له دور أساسي كان حليف أساسي بس الرئيس نبيه بري لأنه الرئيس نبيه بري لأنه لا يأتي من بيت سياسي ولا يمثل استمرارية تاريخية أو سياسية بعتقد أنه في تمييز لأيله استمرارية استمرارية حركة أمل اللي كانت لإمام موسى الصدر بدنا نرجع ما إجا مقطوع من شجرة نبيه بري ما إجا مقطوع من شجرة إجا جزء من تركيبة كانت موجودة يعني كان عنده دور بمرحلة الإمام الصدر بالحرب اللبنانية عرفتك ما كان دوره بارز عنده صعود لما صار رئيس حركة أمل سنة الثمانين لكان نايب ولكان وزير ولكان بموقع متقدم عامل يعني ما فيش حدا منه مقطوع من شجرة كل واحد جاي من مكان معين من مرجعية مختلفة أكيد منه باك أكيد منه زعيم أكيد منه ما بعرف يمكن اليوم يعتبره باك الرئيس بري بس بالمرحلة اللي صعد فيها بالمرحلة اللي صعد فيها وما ننسى الرئيس بري اليوم غير الرئيس بري السابقان أنا ما بنسى أنه بفترة من الفترات بالثمانينات هدت بالحسم العسكري ضد المنطقة الشرقية إذا بس هدت بالحسم العسكري بالمنطقة الشرقية واعتبر أنه شخصية هيك استفزازية ومؤذية للمسحين لما كانت البلد شقف مفردات الحرب اليوم ينظر إلى دوره على أنه مش رئيس مجلس فقط والاعتدال والتوافق هو عم بيلعب دور صمام أمان بانتظام الموازين بس بيء التصعيد الكلامي بالأمس اللي اللي لافت جدا يملك أدوات نهاية العهد الرئيس نبيه بالرئي لا ما حدا يملك لحاله أدوات نهاية العهد الذي ينهي العهد والعهد نفسه يعني في حدا عم بيهدد التاني أو عم بيقوله صراحة ممكن تنتهي يعني هذا تلميح بنهايته لا له فهذا التصعيد الكبير ديما أنا رأيي الشخصي ما يحكم البلد ليس الأشخاص بل المعادلة مش الأشخاص يعني ما بيقدر ساعة البده ساعد الحريري يقول أنا بنهي عاد ميشيل عون أو ميشيل عون يقول أنا بنهي بيت الحريري ساعة اللي بده أو نبيه بري أو ميشيل عون أو ساعد الحرير بنهي الآخر لا البلد مش محكوم بأشخاص أكيد في أشخاص معبيين مراكزهم وتقال البلد محكوم بالمعادلة بدي ميز بين إرادة الإسقاط يعني بمعنى بدي أطيحه وبين إرادة أو بين لعبة المناورة اللي هي بالاشتباكات اليومية بتصير يعني اليوم بيختلفوا على موضوع معين بينوروا إلى الظروة وبيوصلوا حد أنه يوصلوا على حفة الهاوية بس إنا عارفين ما حدا منهم حيتفوش التاني على الهاوية حيرجعوا لأنه هذه الطبقة السياسية تتغزم النفسة يعني هي مولج حماية نفسها لما تحرك المجتمع المدني اللي هو برات هذه الطبقة السياسية كان أمامهم شغلتان إما قمعة أو التغلغل فيها وإفسادة من جوا وفي جزء منه هالشي قدروا حققوا ضلت الطبقة السياسية متماسكة لما فكروا بالتمديد كانت الطبقة السياسية متماسكة رغم إرادة الناس كلها يعني بيعرفوا أنه مش بالولاي القانونية أو على وشك يخلصوا منها مصرين يمددوا طب ما هذا هذه مواجهة مع الناس بس هذه طبقة سياسية بتحمي حالة بتحمي مصالحها نعم خلينا أتوقف مع الفاصل من بعد بدأ ينتقل إلى موضوع علاقة القوة اللبنانية والتيار الوطنية الحر وهذا التصدع بعد هذا الفاصل مشاهدين أبقوا معنا ما إن جلس رئيس الحكومة سعد الحريري على كرسيه لترأس جلسة مجلس الوزراء حتى سارع إلى انتقاد المؤتمر الصحفية الذي عقده وزراء القوات اللبنانية وحليفهم الوزير ميشيل فرعون على خلفية مناقصة استقدام سفن إنتاج الكهرباء معتبرا أنه لا يجوز طرح هكذا أمور يناقشها مجلس الوزراء خارج المجلس وأن الأمور لا تسير بهذا الشكل وأن التضامن الوزري ضروري لمواصلة العمل لم يرد وزراء القوات اللبنانية إلا أنه أثناء المناقشات عاد الوزير مروان إحمد إلى مناقصة السفن من باب أن ما ينسحب عليها قد ينسحب أيضا على مناقصة تشغيل قطاع الخلوي ولا يجوز عندها أي اعترض المعتردون على ذلك عملا بمبدأ المعاملة بالمثل تدخل الوزير جبران باسيل في النقاش بحسب المصادر ممتقدا من يهاجمون وزير الطاقة لافتا إلى أنه لم يفعل سوى ما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء وهو أي اعتمد دفتر الشروط الذي أعد في حكومة الميقاط مع تعديل كمية الكهرباء المطلوبة وإمكان أن توافق الشركة الفائزة على تمويل الإنتاج لمدة ستة أشهر وفي كل الحالات سيعود وزير الطاقة إلى مجلس الوزراء مصادر وزراء القوات نفت من جهتها مناقشة ملف الكهرباء في جلسة مجلس الوزراء وكشفت أن وزراء حزب الله والمرد وفي محادثات جانبية مع وزراء القوات أبدو تأييدهم لموقف القوات في رفض مناقصة السفن ورغم انتقاد الرئيس الحريري لتصرف وزراء القوات اللبنانية وحليفهم الوزير فرعون كان لافتا أن الوزير محمد كبارة والوزير مويل المرعبي وهما من تيار المستقبل رفضا وهما يدخلان السرايا الحكومي صفقة سفن إنتاج الكهرباء في ملف هذه الصفقة تقول مصادر وزارة الطاقة إن اللجنة المكلفة فضل عروض انتهت من مراجعة العروض الإدارية أي المتعلقة بالأوراق المطلوبة ورفعت تقريرا في هذا الإطار إلى الوزير سزار أبي خليل ولم تستبعد أي شركة وزير الطاقة طلب من اللجنة المباشرة بفضل عروض التقنية وقد بدأت هذه العملية بالفعل وعلى أساسها سيتم تحديد الشركات المؤهلة والتي سيتم فتح عروضها المالية عندها سيذهب وزير الطاقة بتقرير نهائي عن النتيجة إلى مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب بشأن مصير المناقصة إذن كنا نحضر هذا التقرير الخاص بالسجال العوني القواتي بهذا الموضوع سؤال تقني بسيط مش ملزوم كل وزير أنه يعمل المناقصة المناقصة الخاصة بوزارته أو أي مناقصة مش لازم أنه تدرج على مجلس الوزراء هل ممكن أنه بتفويد من الحكومة أنه يجري مناقصة في وزارته بعيدا عن بعيدا عن مضاء مجلس الوزراء يعني يمكن الكل عم بيتسرق أو على الأقل وزير الطاقة أنه حصل على موافقة مبدئية في السابق في إحدى جالسات مجلس الوزراء بملف الكهرباء فبالتالي صار فيه أو شعر صار فيه عنده هيمش من الحركة في هذا الأمر أن يجري مناقصة استنادا لمناقصة كانت قد أعدت في حكومة الرئيس مياتي أو في حكومة الرئيس مياتي في ممضة وهذا الأمر عم بيسجل اعتراضات هنا وزارة القويت بيقولوا أنه الخطة اليوم تطبق من قبل وزارة الطاقة فيها تغيير عن الخطة اللي أقرت بالألفين وعشرة بحكومة بحكومة الرئيس مياتي وبالتالي هذا التغيير ولو أنه طفيف بيجعلنا قدام خطة جديدة لابد أن تعاد وتدرس لأنه نفقات فيها مغيرة مغيرة ومضخمة حتى إلى حد أنه بالمليار و800 مليون دولار فينا نقدر يمكن نعمل عادة تأهيل المعامل ويكون في عنا طاقة منتجة من دون الحاجة إلى البواخر والحكي على البواخر أنه فيها صفاءات وفيها عمولات ما بعرف التفاصيل الكلام اللي عم يحكي في هذا الأمر أنا بأعتقد هي جزء من مشكلة على خلاف موضوع الكهرباء هل هذا الموضوع قابل للحل أم لا ومن هي الجهة القادرة على حله ما ننسى أنه هذا الملف موجود بين يدي تيار الوطني الحر منذ حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى يعني من نزل 2010 قبل ما كانت وزارة الطاقة بإيده كانت بإيده تيار الوطني الحر كانت بإيده وزارة الاتصالات إذا من نتذكر بعد اتفاق الدوحة بحكومة الرئيس فؤدي السانيورة التانية إجا جبران باسيل وزير اتصالات ثم صار الخلاف ما بدونية بالاتصالات أصر أنه ياخد مبيلة الطاقة كمان ما بدونية مهم مع عملية التسويق منذ ذلك الحين وزارة الطاقة بين يدي تيار الوطني الحر طبعا بانتظام فبالتالي وفيه كلام كتير نوض كلام للوزير الباسيل أنه سن تجي أو اللي بعد بصير 24 على 24 فهذا الملف دايما كما لو أنه مفتاح كأنه مفتاح ونجاح بشيء ما عفوا هو بال2012 قال نهاية هذا العام مش اللي يجي ولا اللي بعد تماما فبالتالي كل الكلام اللي عم بدور حول الكهرباء كما لو أنه هي مفتاح الخروج من الفساد ومفتاح إعادة الحياة إلى إلى انتظام الحياة إلى انتظام يعني الحياة الطبيعية عند الناس يعني النظر إلى الكهرباء هي حاجة أساسية بهذا المعنى فيه فريق بده يعتبر حاله مكلف أنه ينجح تجربته وفيه فريق عم بيقول له أنه أنت ما رح تقدر تنجح تجربتك خلال هذا القياس وما تنسي يعني هي دعاية انتخابية بحد زيتها كل الملفات اليوم اللي مفتوحة هي ملفات زيت دعاية انتخابية كنا عم نحكي هلأ من شوي في ملف الخلية ويأثير هلأ مجددا حول هذا الأمر حول الشركتين أو شركات أخرى موضوع المقالع اللي عم بيعمل عم بيعمل سجالات حتى بين الوزراء ومبارح كان بين وزيرين الداخلية ووزير البيئة فبالتالي كل الملفات اللي ممكن أن تنطوي بشكل ما على دعاية انتخابية من ناحية وعلى موطئ قدم بنفوس سياسي من ناحية تانية عم بتكون هي سبب إشكالاته مش أول مرة كل الحكومات هيك ملف الكهرباء هو الملف الأكثر استعصاء نظرا إلى تكبيده الخزينة مبالغ طائرة مليارات سنة فسنة من دون إيجاد حل لهذا الأمر واقتران موضوع الكهرباء عم بيتعامل مع تيار المستقبل على أنه هذا المشروع الفاشل للتيار الوطني الحر والتيار الوطني الحر عم بيتعامل مع هذا الملف كما لو أنه هو الإنجاز الحقيقي اللي ممكن يقدموا لللبنانيين فبالتالي اللعبة يعني مفتوحة على كل الاحتمالات على يعني على اشتباكات قائمة يعني إذا بتقشعيها عم بتشوفي أنه عم تفتح ملف ورا ملف والكل عم بيشتبكوا ببعضون مش عم بتكون فقط يعني بيعملوا تحالفات بالسياسة بس يوصلوا على طاولة مجلس الوزراء إذا النفوذ عم بيختلفوا بين بعضهم مشان هيك يعني ما عندي تفسير آخر لهذا الخليف يعني الموضوع ليس فقط موضوع تقني هو موضوع سياسي في هذا بالسياسة ما الذي يفسر أنه هل قد القوات اللبنانية مصرين على هذا الملف بدنا نسلم أنه نسلم جدلا بأنه حرصا على الشفافية ولكن هذه الحكومة شهدت ملفات فساد أخرى منا مثلا الصراع والسجال بين الوزير الغازي زعيتر وغلوريا أبي زيد ما شفناه هون بهذه الحدة وقفين في هذا الموضوع بينما شايفينهم بشكل كتير حد وقفين بموضوع الكهرباء بينما هن الحلفاء الاستراتيجيين لمصالح المسيحيين كيف يفسر هذا أيضا في ملف آخر كمان حصل اشتباك بين بعض بس يتقدم ويتأخر موضوع تليفزيون لبنان مجلس إداري تليفزيون لبنان منتذكر كمان أنه كان في اسم مطروح من قبل التيار الوطني الحرب بينما وزير الاعلام قال لا أنا بدي روح على مجلس خدمة المدنية وخلت كون الآلية المعتمدة في هذا الأمر وهذا الذي حصل وهلا بعد مش عارفين والانتخابات النقابية كمان بالانتخابات النقابية في لذلك أنا بعتقد أنه خلينا نحط التفاهم السياسي كان بمحطة محددة مرتبطة بلعبة سياسية مش مرتبطة بلعبة ملفات مجلس وزراء أو الملفات اليومية يعني أدايش بيختلفوا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ربما على ملفات شتى ويعني حتى يقال أنه في عرق يمكن تيار الوطني الحر لبعض الملفات مرتبطة بوزارة الصحة المعاملة بالمثل أد ما اعتبرنا أنه في خلافات على المسائل الملفات المعيشية أو اليومية التي تخص المواطنين أد ما حيكون التفاهم السياسي بينتهم على العالي مختلف تماما يعني ما رح يكون سبب خلاف على ملف في مجلس وزراء سبب لإسقاط تحالف انتخابي مرتقب بالانتخابات النيابية أه لأ طبعا ما رح يكون هذا السبب لأنه حسابات الانتخابات النيابية كما حسابات الانتخابات الرئاسية فيما قبل مختلف تماما بس إذا منهم قادرين يتفقوا ويتحالفوا انتخابيا على مستوى نقابي هذا مؤشر خطر بالنسبة للتحالفات على المستوى النيابي ما ننسى كمان إذا فيها الأد حساسية على هذا الموضوع كيف ممكن هذا ينعكس بتحالفات انتخابية تحالفات الانتخابية هي الاتفاق على الخصوم شو التحالفات الانتخابية هي إلى شغلتين أولا تقاسم الحصص كل واحد يعرف شو حجمه في هذه الدائرة الانتخابية والهدف التاني هو إقصاء الخصوم يعني يكونوا اتنينتهم يستأسروا هذين الحلفين بكل المقاعد في الدائرة الانتخابية هذا الأمر ما إلو علاقة بالملفات اللي بتكون داخل مجلس وزراء ما ننسى أنه اتنينتهم عم بتسابقوا على أرض وحدة اتنينتهم عم بيكلوا من صحن واحد يعني شعب الأرضية عمل تيار الوطني الحر وأرضية عمل القوات اللبنانية هي أرض مشتركة وبالتالي الشعب الموجود على هذه الأرض المشتركة هو محور تجذب مين قادر يجيب قاعدة شعبية أكثر من التاني بس كمان بالانتخابات النيابية بكرة بدون يقولوا لبعض مين قادر جيب أكثرية أو كتلة النيابية أكثر من الآخر بيقدر يقولوا للتيار الوطني الحر أنا بعطيك بالمتن مش أنت بتعطيني بيقدر يقولوا القوات اللبنانية للتيار الوطني الحر أنا بعطيك بالكرة مش أنت بتعطيني يعني كمان عم بعطي مثل في هذا الأمر أو بالأشرفية لعبة الأرض متنينتهم المتنافسين أيضا على الوصول إلى أكبر كتلة نيابية نانيتهم عم بيلعبوا لعبة الرئاسي ما ننسى ما نظهره لعبة الرئاسي ولو نحن ولا نزل في العهد في السن الأولى من العهد وما وصلنا إلى الطرفين عم بيلعبوا لعبة الرئاسي سامير جعجع يقول وقال مرارا أنه يعتبر وصول العماد مشيل عون بفضل الدور اللي لعبه هو لو لا تأييده الرئيس مشيل عون لرئاسي الجمهورية يمكن سعد الحريري ما مشه أنا مش هيدا رأيي ولا الوزير جبران بس لأنه رأيه عنده حزب الله هو الذي أتب مشيل عون رئيسا للجمهورية هو موافقة سعد الحريري على هذا الأمر وقال لا لا يزال الرئيس عون مرشح حزب الله ومرشح الطيار الوطني الحر ومرشح قوي وكنا لا نزال في الفراغ لولا الاستدارة الكبيرة اللي عملها سعد الحريري لأسبابه مش لأسباب غرامه بالعماد عون أو لأسباب اعتباره أن الرئيس عون هو الرئيس الأمثل للجمهورية لأنه هو يريد العودة إلى رئيسة الحكومية إذن عنده أسباب أخرى ولأنه سليمان فرنجي غير قادر على الوصول للرئيسة مش بالعماد مشيل عون هذه الاستدارة هي التي أوصلتنا إلى انتخابات رئيسة الجمهورية وقالنا كنا لا نزال حساباته يمكن بتقول الفريق الشي ما عنده هالحسابات يعني لبقع حصة حزب الله انتخابيا بيكون فيها نايب للرئيس بره بجنوب حصة الرئيس بره انتخابيا يعني هو بشكل اللايحة بجنوب وفيها نواب لحزب الله فبس هون مرتاحين كل واحد قاصم المنطقة بينه بيتين بالمناطق المسيحية لا مش هي مناطق المسيحية القوات الليبناني دائما بكل انتخابات بتترشح بالمتم بترشح بكسروان والطيار الوطني الحري بترشح بمناطق أخرى وترشحه بزحري فبالتالي عندهم أرض مشتركة الانتخابات المقبلة هي أكبر قياس لحجم ما يدعيه كل طرف لذلك قانون الستين أكثر قانوني الفريق الواحد الذي يضره قانون الستين هو القوات اللبنانية كلهم بالدنياء وكلهم مرتاحين إلا القوات اللبنانية لسبب لأن القوات اللبنانية لم يحوزوا من هذا القانون سوى على ثلاث مقاعد بنوابهم اللي هن تنين ببشر وواحد بالبترون والباقي كله استعارة يعني شوف بالإعارة بكل المحلات التانية بزحلي بالإعارة بالكورة بالإعارة فقط قدرت القوات اللبنانية جيب نوابها بأصواتها بتقلة هي بهالدائرتين هي اللي بيحاج اليوم لقانون جديد قبل مكافة حديثة بدأ انتقل إلى الزميلة ريمي درباس سليمان الموجودة أمام مبنى الجديد بعد الاعتداء الذي حصل عليه بالأمس ريمي كيف يبدو المشهد لديك وما وضع الزملاء في الجديد نهارك سعيد ما لألك ولضيفك كما تشاهدين خلفي هي سيارة النقل المباشر التي جرى الاعتداء عليها صباحا هذا اليوم كما تشاهدين لقد يعني أصيبت بحروق وكما يبدو أن الأضرار جدا جسيمة على أي حال إلى جانب نائبة رئيس مجلس إدارة التلفزيون الجديد كرما خياط التي ستخبرنا أكثر عن كل التفاصيل التي توفرت لديكم حتى الساعة بداية أي ساعة الكاميرا شو لقطيت ومن بتتهمه منبلش من الآخر يعني بعد ما يصير فيه تسلسل زمني ومنطق كلما نعمل تقرير فيه موضوع يتعلق بفساد أو انتقاد لرئيس مجلس النواب رئيس نبيه بره بتم الاعتداء على مبنى قناة الجديد ثاني يوم صار فيه عدة أشكال فنحن صار فيه شيء لا يمكن بقى العقل يستوعب أنه هذه كلها صدف أول مرة بإطلاق النار على مبنى الجديد ثاني مرة بإطلاق النار مباشرة عن مبنى رئيس مجلس إدارة قناة الجديد على مكتبه مباشرة ثالث مرة كان المشاهدة اللي شفناها جميعا وكل وجوه موجودة المعتدين بالمولوتوف وبالحجارة وتكسير أول ثلاثة وابة بمبنى الجديد وتكسير منازل الجيران والأماكن اللي تحتها اليوم ساعة 3 الصباح فجرا مبارح كان فيه تحقيق يتعلق بـ 9 مليون دولار أعطيه لحركة أمل إعفاءات نقضية ممكن أن يدخلوها إلى البنك هذا تحقيق عرض هذا تحقيق السقصائي هذا تحقيق فيه مستند مثل هذا التحقيق عاملين ألاف من التحقيقات عن جميع الأطراف والجهات اللبنينية والتي تعمل بالحق للعام اليوم ساعة 3 الصباح طبعا بعد هجوم على مدى 3 يوم من قناة الرئيس نبيه برري الانبيئان من مناصري على المش مناصري عفوا هذا اسمه جيش وهمة اللي موجود على السوشيال ميديا ما بارف إذا بيهموه أنه هو المناصرين حقيقيين لأنه هو روبوتات فمفترض أنه يعرف هيدا الشيء اليوم ساعة 3 فجرا بيتسلى الأشخاص على هيدا المبنى اللي هو مبنى مهجور بيكبوا ميزوت وبيولعوا الاسم جي الموتورات مباشرة حدهم واللي دخل على المبنى دخلوا إجوا بموتويات كانوا عارفين حالهم بالزبط وين جايين دخلوا طلعوا على المبنى واضح أنه كاشفين المبنى وعارفين تحديدا هني لوين واصلين كبوا وحملوا حالهم ودهروا وطبعا راحوا بموتوياتهم مثل العادة بد أضيف أنا بس شغلة إنه من أربعة أيام في حجة من خمسة أيام تقريبا في حجة خطيارة ما ارتكبت ولزانة نسجنت ست أيام صلبطة ومعها كانسر نسجلت ست أيام وما حدا سأل عنها بالدولة اللبنانية رئيس مجلس النواب عناصره محميين من قبله بيرتكبوا جرم جرم جريمة مش جرم بس جريمة مفترض أنه واحد يفوت فيها حبس عقود يعني عشر سنين وطلوع ما حدا بيقرب عليهم ما حدا بيلاقيهم وين وزير الداخلية وين قوى الأمن الداخلي وين تحقيقات اللي بيجوا بياخدوا كل جريمة بتحصل بيجوا بياخدوا الأدلة الجنائية بيجوا بياخدوا كل الأدلة بيقولون نعم كل يوم منتابع تحقيقات وين صارت أكيد في شبح هذا الشبح اللي يمكن من أول ما تأسس لبنان موجودة ده والشبح موجود بكل أحوال يعني ما بعرف إذا هايدي بقى فيكن فينا نعتبرها إنه هاي دولة بتخاف إنه تاخد إجراءات محققة بأي بلد تاني يعني بيتخذ إجراءات برئيس مجلس النواب بأي بلد تاني بيتخذ إجراءات أو بينسجنوا الفاعلين اللي أقاموا بهذا الجرم بما أنه هيدا ليس الاعتداء الأول وربما لن يكون الأخير هل من احتياطات ستأخذ القناة من أجل عدم تكرار هيك حوالي؟ هلأ الإجراءات نحن عم نعلي الحداية كل شوي من زيد الاحتياطات الأمنية ولكن إذا الاحتياط اللي عم بيحاولوا يخلونا ناخده هو السكوت وعدم القيام بعملنا وانتقاء الحريات بالبلد وكل ما بدك تنتقى الطرف كل ما بدك تحكي شي عن الطرف بدون يقوموا بالهجوم مش بالهجوم بمحاولة القتل بالإحراق بإحراق المبنى هذا المبنى هو مبنى فيه بنيات سكنية فيه ناس نايمين فيه لو احترق المبنى شو كان صار بالعالم تسلل ومحاولة إحراق هذا محاولة إحراق مبنى فيه موتورات موجودين لوما الشباب يعطيهم ألف عافي قص يعني قدروا ياخدوا إجراءات مباشرة ما بنعرف شو وين كنا نحن هلأ الحمد للعلى السلامي وشكرا لك نائبة رئيس مجلس الإدارة إدارة قناة الجديد أود أن أشير ديما إلى أن وزير الإعلام حضر إلى هنا صباحا وتفقد الأضرار الناتجة عن هذا الاعتداء الذي حصل كما ذكرنا صباحا هذا اليوم أيضا الأدلة الجنائية وصلت وأخذت العينات لمعرفات أو لبدء من أجل البدء بالتحقيقات اللازمة ديما شكرا لك الزميلة رميد الباس ليمين طبعا كل تضامننا مع قناة الجديد بوجه هذا الاعتداء وسلسلة الاعتداءات التي حصلت عليها ما بعرف إذا عندك تعليق قبل ما اخطأ بشفنا شو اللي صار طبعا أكيد مش مقبول اللي بيصيريك الاعتداء على وسائل اللي أعليم نحن انتهى وقتنا السيزن أولى نصيف بدأ شكرك على وجودك معنا أهلا وسهلا فيك شكرا لكم على حسن المتابعة وانهاركم سعيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة